سنتحدث بتفاصيل هذا المهرجان مشاهدين مع مدير الصندوق الهاشمي لتنمية البادي الأردنية السيد جمال طراد الفائز صباح الخير لك وهو سلام بك معنا في صباح المملكة أود البداية من الهدف الذي جاء من أجله إقامة هذا المهرجان ونحن في النسخة السابعة منه شكرا سيد حمد صباح الخير لك ولكافة مشاهدين قناة المملكة واسمحني بداية أن أرفع أسمائيات التهنة والتبريك لحضرت صاحب الجلالة بمناسبة عيد الاستقلال وزفاف ولي العهد فيما يتعلق في الهدف من إقامة هذا المهرجان الصندوق الهاشم تنمية البادي الأردنية عبر السنوات الماضية قام بدعم العديد من مؤسسات المجتمع المدني والمحلي المنتشرة في كافة أرجاء مناطق البادي الأردنية بغيت إقامة مشاريع صغيرة لتوفير فرص الدخل لكذلك توفير فرص عمل لأعضاء هذه المؤسسات من جمعيات خيرية وجمعيات دعاونية وكان من أبرز هذه المشاريع هي مشاريع الإنتاج الأجبال والألبان التي تعتبر من الموروض الشعبي الموجود في مناطق البادي الأردنية لكن كان هناك تحدي كبير في تسويق هذه المنتجات وكان سبب هذا التحدي بعد هذه المؤسسات عن المراكز التجارية عن مركز المدينة ولهذا جاءت فكرة إقامة مهرجان الجميد والسمن الذي احتاد الصندوق على إقامته والآن بنسخته السابعة والذي سيقام في حدائق الحسين تحت رعاية صاحب تسمون ملك الأميرة بسماء بن تالي هذا المهرجان هو عبارة عن نافذة تسوقية لتسويق هذه المنتجات لأبناء البادل نعم كم مدة هذا المهرجان سيد جمال والأعداد التي من المتوقع أن تشارك به لعرض منتجاته سواء كانت على الصعيد الشخصي أو حتى في صعيد الجمعيات دعنا ندخل في تفاصيل كيفية تقديم طلب للمشاركة في المهرجان نعم أولا فيما يتعلق في قديش مدة مثلا المهرجان في السابق كان المهرجان يقام على يوم واحد وبناء على التهافض من خلال المستهلكين ومن خلال أبنائنا في العاصمة الأردنية اتخذنا قرار بأن يكون المهرجان على مدار يومين فهذا العام هو على يومين متتاليين اللي هو اليوم التاسع والعاشر من حزيران أي في نهاية هذا الأسبوع يوم الجمعة ويوم السبت عدد المشاركين لهذا العام بحدود 32 جمعية من مختلف مناطق البادية الأردنية في البادية الشمالية والبادية الوسطى والبادية كذلك الجنوبية ألية التقديم للصندوق لديه تواصل دائم من خلال زملائي في المؤسسة مع كافة هذه الجمعيات اللي تم دعمها أصلا في السبق في إقامة هذه المشاريع الإقتصادية ولدينا تعاون كذلك مع المؤسسة التعاونية ومع وزارة التنمية الاجتماعية من خلال مكاتبهم المنتشر في مناطق البادية تcountry أن هذه الجمعيات تحت مظلات سواء إذا كانت جمعية تعاونية فيها تحت مظلة مؤسسة التعاونية وإن كانت جمعية خيرية فيها تحت مظلة وزارة التنمية الاجتماعية فالطلب الصندوق بنشره أو ابتداء على موقع الصندوق الإلكتروني ثم منتشر من خلال المكاتب وزارة التنمية الاجتماعية المنتشرة في كل مناطق البادي الأردنية وكذلك من خلال مكاتب التعاون اللي تابعة للمؤسسة التعاون بيقدر الأشخاص بشكل فردي أن يشارك في عرض منتجاته في هذا المهرجة؟ للأسف نعمل من خلال قانون الصندوق وقانون الصندوق لا يتعامل مع الأفراد نحن نتعامل مع المؤسسات المجتمع المدني من جمعيات خيرية أو من جمعيات تعاون لا شك بأن هذا الصندوق الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية لم يقتصر دوله على إقامة مثل هذه المنرجات وإنما أيضا ذهب لخطوات أخرى مثل إعادة تهيل المجتمعات الرعوية حتى تنعكس بالفائدة على هؤلاء الأشخاص وحتى على هؤلاء الجمعيات بشكل عام بالمشاركة وغير المشاركة دعني أن أتوقف عند هذه النقطة سيد جمال بإعادة تهيل المحميات الرعوية يا سيدي مثل ما بتعرف جميع المشاهدين بأنه بسبب سنوات الجفاف التي تعرضت إلى المملكة في السنوات السابقة كذلك بسبب المد العمراني بسبب الحراثة الجائرة الرعي الجائر الذي صار على هذه المحميات الرعوية كل هذه العوامل والظواهر السلبية أدت إلى تداهر الكثير من المحميات الرعوية والتي تعتبر مراعي طبيعية لمربين الثروة الحيوانية لذلك عمل الصندوق بالتعاون مع العديد من المؤسسات الدولية وهي مشكورة صراحة في عادة تأهيل هذه المحميات الرعوية وبالتعاون مع هذه المؤسسات المجتمع المدني الموجودة في مناطق البادية الأردنية في زراعتها بالنباتات الرعوية والنباتات الطبية العطرية في المناطق البادية الأردنية وهذا له دور كبير حينما يتم توفير مراعي طبيعية من هذه النباتات تعتبر كمادة غذائية طبيعية للثروة الحيوانية هذا بنعكس أولا على نوعية اللحوم وكذلك ينعكس على جودة منتجات الأجبان والألبان هذه الميزة التي نطرحها دائما من خلال مهرجان السمن والجميل لأن هذه المنتجات من خلال هذه الثروة الحيوانية هي تتغذى في الأصل جل غذائها من خلال المحميات الرعوية التي عمل الصندوق سابقا على إعادة تأهيلها طيب ذكرت نقطة مهمة جدا وهي توفير مثل هذه الفعاليات مثل هذه المهرجانات سيد جمال تعمل على توفير فرص العمل وتنوع لربما مصادر الداخل بالنسبة للكثير من العائلات المتواجدة في مناطق البادية الشمالية الجنوبية وأيضا الوسطى قد يسأل سائل بداية كيف انعكس هذا على داخلهم وبتوفير فرص عمل في ظل نسب البطالة المرتفعة وقد يسأل سائل أيضا سيد جمال لماذا يقتصر هذا المهرجان على إقامة مرة واحدة في السنة يعني ليش ما يكون هناك أكثر من مرة في السنة حتى يعني تكون مصادر الدخل بالنسبة للناس وعرض منتجاتها بشكل أكبر بداية هذه المشاريع الصغيرة التي تم دعمها من خلال الصندوق كان لدينا برنامج اسمه برنامج المنح الصغير وهذا البرنامج كان يقدم منحة تصل قيمتها إلى 15 ألف دينار والمنح هذه كانت موجهة للعنصر النسائي المنتشر في مناطق البادي الأردنية تعرف البادي الأردنية هي في قلب وجدان حضرة صاحب الجلالة دائما وكذلك هناك اهتمام منقط النظير في تنمية أبناء مناطق البادي الأردنية وبناء على توجيهات صاحبة سمو الملك الأميرة بسماء بن تعليم لرعاية وشؤون هذه الفئات الدعم كان يكون لإقامة هذه المشاريع الصغيرة من خلال هذا البرنامج البرنامج بيعمل على توفير المنحة المنحة بتعمل على إقامة مشروع من ثم بيؤدي إلى توفير فرصة عمل بيؤدي إلى رفع مصادر الدخل لهذه المجتمعات ليش بنقيم المهرجان فقط مرة واحدة في السنة لأنه هو اسمه مهرجان السمن والجميل وانت مثل ما بتعرف أنه هذه المادة المادة الغذائية هي مادة موسمية فلذلك بيكون إنتاجه خلال هذا الموسم وهو نهاية موسم الربيع فنحن نستغل إنتاج الحليب في هذا الوقت لأنه بيكون من خلال هذه المحميات الرعاوية ومن ثم تعمل هذه الجمعيات على تحويلها إلى منتجات غذائية من أجبان وألبان وسامن وجميل حتى يتم ترويجها وتكون طازة بمعنى أنه سنوية وخلال هذا الموسم هذا هو السبب لأنه يختصر فقط على تسويق منتجات الأجبان والألبان طيب آخر سؤال يعني بضيق الوقت سيد جمال هو نسبة الإقبال يعني كيف لاحظتم من عام لآخر ومن موسم لآخر ارتفاع وتزايد نسبة الإقبال على المهرجان يعني احنا صراحة اللي خلانا نعمل المهرجان السنة الماضي ولهذه السنة على مدار يومين هو بسبب كثرة الناس ونسبة الإقبال والتهافد من خلال المسهلكين وأبناء العاصمة عمان وضيوف الأردن على شراء منتجات الأجبان والألبان من خلال مهرجان السمن والجميل فهذا السنة هي دعوة من خلال قناتكم قناة المملكة دعوة مفتوحة لكل مواطنين وأهلنا والضيوف الأردن الاستمتاع بمهرجان الجميد والسمن الذي سيقام في التسوى العاشر من حزيران نهاية الأسبوع وكذلك هناك عديد من الفعاليات والنشاطات التي تقام من خلال هذا المهرجان وهي بالمناسبة جلها من رحم ووحي البادية الأردنية وهي صراحة ليس فقط نافذة تسويقية ولكن هي كذلك ترويجية وترويحية لأهلنا وإخواننا في العاصمة شكرا لك شكرا لتواجدك نتمنى لكم التوفيق في قامة هذا المهرجان والمهرجانات المختلفة مدير صندوق الهاشم لتنمية البادية الأردنية سيد جمال مطراد الفاس شكرا لك